خلينا ابتدي مع حضراتكم الأخبار اللي تخص النادي الأهلي وهنبتدي من كرة اليد كرة اليد هي اللعبة الشعبية التانية الآن طبعاً زي ما حضراتكم عارفين احنا مقبلين على حدث كبير وهو كأس العالم لكرة اليد بمشاركة 32 فريق في أول مرة وهيكون آخر كأس عالم تستضيف دولة واحدة 32 فريق مصر هتستضيفهم في يناير القادم إن شاء الله في كأس العالم لكرة اليد النهاردة فريق كرة اليد بقيادة كابتن طريق محروس بيواصل استعداده بقوة لعودة دولة المحترفين الحقيقة الحمد لله ما فيش إصابات الفريق بيتمرن بشكل يومي الحمد لله رفع الأحمال البدنية بشكل جيد والحقيقة كابتن طريق محروس استعان بمعد بدني ومخطط أحمال الحقيقة توقيته مهم جداً 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 استعان بالدكتور حسام عناني عشان يكون بجانبه في تخطيط الأحمال للفرقة وتجنب طبعاً إصابة اللاعبين الفكرة أنه طبعاً منتخب كرة اليد وبالأخص اتحاد كرة اليد من أوائل الاتحادات التي نفذت اتجاه الدولة المصرية بعودة النشاط الرياضي الحقيقة كان من في طالية الاتحادات اللي رجع مسابقات الناشئين والناشئات وكمان رجع نشاط منتخب القومي منتخب القومي الحقيقة تجمع بعد عودة المدير الفن جارسيا المدير الفن الأسباني بعد ما رجع يوم الثلاث اللي فات إلى مصر وجمع الفريق جمع اتنين واحد وعشرين لعب عشان ينضموا إلى معسكر مغلق في الغرداء لمدة خمسة واربعين يوم بعدين إن شاء الله هيستأنف الدوري المحترفين أنا عايز أقول لحضركم أمر مهم جداً طبعاً إحنا حللناه واللي بيدل على قوة فريق النادي الأهلي النادي الأهلي تم اختيار تسع لعبين من أصل واحد وعشرين لعب تقريباً خمسين في المئة من قوام المنتخب لعبي النادي الأهلي وده مش غريب على النادي الأهلي النادي الأهلي دائماً أبداً الدعم الأول لمنتخبات القومية خلينا أقول لحضركم أسامي اللاعبين اللي انضموا كان ليهم شرف الانضمام لمنتخب مصر قوت اليد إسلام حسن إبراهيم المصري بحسن رمضان أحمد عادل أحمد خيري عبد الرحمن فصل عمر يسين عمر عصام الطيار عبد الرحمن حميد أما بقية اللاعبين اللي انضموا من الفرق الأخرى عمر سامي أحمد الأحمر يحيى الدرع عمر بكار أحمد مؤمن محمد علي أكرم يسري خالد وليد وسام نوار حسن قداح مصطفى بشير سيف الدرع دواء منتخب مصر خمسة واربعين يوم في الغردقة بعديها يرجع اللاعبين ينضموا إن شاء الله لنادي الأهلي كابتن طري محروس بيجاهز اللاعبين اللاعبين هنضموا لبعض الاستئناف الدوري خلينا أقول لحضراتكم النادي الأهلي عنده مبارايتين في غاية الأهمية مباراة نادي طلاق الجيش ومباراة نادي الزمالك لابد لابد من الفوز بالمبارايتين عشان يرجع النادي الأهلي تاني للمنافسة خلينا أطلع مع حضراتكم جرافيك إحنا عملنا نستعرض مع حضراتكم ترتيب الجدول أو ترتيب الفرق قبل دورتين أو قبل جولتين من نهاية الدور طبعا حضراتكم شايفين في ترتيب في المركز الأول نادي الزمالك في المركز الثاني النادي الأهلي بفرق نقطة واحدة أو مباراة واحدة عن نادي الزمالك في المركز الثالث طلاق الجيش زي ما قلت لحضراتكم واضح الجدول قدامكم واضح أن احنا مازال الدوري في الملعب ولكن بشرط فوز النادي الأهلي في أموبارايتين أو الجولتين التي لم يحدد معادهم بعد بعد 45 يوم من معسكر كل التوفيق طبعا أكيد لمنتخب مصر لأنه هو ده الأساس وهو ده اسم مصر اللي احنا قلنا كل اللي احنا بنعمله ده عشان اسم مصر ان شاء الله بعد عودة الدوري نتمنى كل التوفيق لكابتن طارق محروس